لرسم الدالة الخطية linear function من الممكن التعويض باستخدام الجدول بهذه الطريقة لدينا قيم x وقوم باختيار أي قيم لx ثم نحتاج أن نقوم بإيجاد ال y وهو fx وطبعا هذا باستخدام التعويض يجب أن أقوم substitution بتعويض داخل هذا الفنكشن فمثلا لو اخترنا أي إعداد مثل ما ذكرنا سنختار أعداد عشوائية سالب وموجب negative و positive negative 1 0 1 3 ليس من الطروري أن يكون بالترتيب بعد ذلك هذه القيمة نقوم بتعويضها في linear function هي الفكرة فقط substitution لل variable x في linear function 2 في سالب 1-5 2 في 0-5 2 في 1-5 وهكذا طبعا يجب أن نقوم بالضرب ثم الطرح 2 في سالب 1 سالب 2-5 هي السالب 7 والمتغير فقط هو قيمة x الناتج الأول سالب 7 الناتج الثاني 2 في صفر سيكون صفر ولو طرحنا منه 5 هو سالب 5 طبعا سنوضح في النهاية كيف أستخدم الآل الحاسبة و 2 في ثلاث 6 نقص 5 و 1 هذه أزواج أحداثية بيرز لـ x و y فسالب 1-7 0-5 1-3 3-1 نقوم بتعيينها على المستوى الأحداثي فيكون لدينا خط طبعا هذه النقاط يجب أن تقع على line 1 على خط 1 لأنها أصلا linear function كما ذكرنا سالب 1-7 هذه هي سالب 1-x سالب 7-y 0-5 وطبعا هي هذه الـ intercept لل-y مقطع ال-y 1-3 positive 3 و 1 طبعا تخطيط الاثنان لا يهم من الممكن أن نأخذ كثور بالتوصيل بينهم بخط مستقيم أو بالمصدرة سيكون لدينا الـ line أو الخط المستقيم الخاص بهذه الدالة بالآلة الحاسبة بهذا النوع mode بعد ذلك table يجب أن أقوم باستخدام الجدول لإنشاء نفس هذا الجدول الذي أنا أوجدته 7 ثم نكتب الدالة 2x الـ x تحتاج ألفة ثم x في الأسفل هنا ناقص 5 يساوي سيطلب مني بأي عدد سأبدأ سأبدأ مثلا بالسالب 2 لأي عدد سأنتهي طبعا لقيم x 5 الـ step كم خطوة تزداد أنا ضغط 1 يعني 1-2-3-4 من الممكن أن أكون 2-7-2-4-6-8 على حسب الدالة التي تحتاجها طبعا هذه النقاط وأيضا بهذه الآلة الحاسبة الأخرى menu طبعا هي عند العدد 9 table أيضا menu نختار 9 بالتحديد table نكتب الدالة 2x minus 5 لا نريد الدالة 2g أبدأ بالواحد مثلا وانتهي عند الخمسة وفي كل مرة نزداد 1 هذه النقاط هي الخط المستقيم ترجمة نانسي قنقر